نفذ مشروع مسام عملية إطلاف وتفجير 3178 لغم وقذيفة غير منفجرة في مديرية باب المندب بالساحل الغربي مدير عام المشروع سام القصيبي أكد أن عملية الإطلاف التي نفذها فريق جمع القضائف بإشراف فريق خبراء مسام الأجانب والخبير العراقي الدكتور زوبع الرواي تعد العملية الثالث عشر ليصل بذلك إجمالي ما تم إطلافه في الساحل الغربي إلى الآن 72 684 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة وكان مشروع مسام السعودي أكد أن فرقه الميدانية نزعت خلاله أكثر من عام ونصف منذ انطلاق المشروع ولغاية الثالث 23 من يناير الجاري حوالي 125 902 لغما وذخيرة غير منفجرة